إذن هذا ويعتزم وفد أمن إسرائيلي زيارة واشنطن لبحث العملية العسكرية المرتقبة في رفح وخاصة بعدما أبدت واشنطن تحفظات على الهجوم وتأكدها على غياب خطة إسرائيلية واضحة لتنفيذ الاقتحام البري من جهتها ذكرت صحيفة ووستجون الأمريكية بأن الجيش الإسرائيلي معرض لخسائر كبيرة في حال الهجوم على مدينة رفح مزيد من المتابعة ينضم إلينا من واشنطن مرسلنا أنس الصبار أنس فيما يتم انتظار هذه الزيارة من أجل مزيد من التنسيق والتدارس والبحث وفيما واشنطن تدفع من أجل صفقة قريبا لإشارات من إسرائيل وكذلك من قطاع غزة لا تفيد بقرب أي انفراجة وحتى وزير الدفاع الإسرائيلي تابعناه اليوم من داخل قطاع وهو يتعهد بعملية واشيكا ليس فقط في رفح بل في كل غزة سواء كانت في رفح فقط أو في كل غزة كما هو الحال منذ بداية هذه الحرب فإن الأمريكيين يقولون أن على الأقل ما يثير قلقهم هو تواجد كبير للمدنيين في رفح على وجه الخصوص الحديث يدور عن مليون واربعمائة ألف نازح من مناطق شمال قطاع غزة وصلوا إلى هذه المساحة الصغيرة وتكدسوا فيها ومنها تدخل المساعدات الإنسانية والولايات المتحدة دائما ما تراهن على إدخال المساعدات الإنسانية من خلال هذه المعابر على الأقل حتى الآن إلى جانب الإنزالات الجوية بعد على الأقل لم ينجح إنشاء المرفأ أو الرصيف البحري حتى الآن وبالتالي الأمريكيون قالوا على لسان أنتوني بلينكين خلال الساعات الماضية لم يصدر بيان على الأقل حتى الآن بشأن هذه الزيارة التي تتحدثين عنها لكن الأمريكيون قالوا سواء وزير الخارجي أنتوني بلينكين أو المتحدث باسم البيت الأبيض بأن موقف الولايات المتحدة ما زال هو هو واضح بأنهم يعارضون أي عملية عسكرية وأنتوني بلينكين أضاف قبل يومين كلمة كبيرة بمعنى إذا كانت هذه العملية العسكرية صغيرة قد يستثنى ذلك على الأقل هذا ما نفهمه من الجمل التي قالها أنتوني بلينكين قال إن الولايات المتحدة تعارض عملية عسكرية كبيرة في رفح وتعتقد بأن الأخذ بعين الاعتبار ما يجري هناك من تواجد للنازحين هو أمر ضروري بينما لوح مسؤولون آخرون أمريكيون بأن هناك تبعات على إسرائيل في حال مضت في هذه العملية العسكرية دون أن تكترث إلى رأي الولايات المتحدة هنا في الولايات المتحدة الموقف على حالي لكن إدارة بايدن رويدا رويدا مع مرار الوقت ما زالت تراهن أكثر فأكثر على أن يتم التوصيل الاتفاق لوقف إطلاق النار وبالتالي إما تأجيل أو إلغاء هذه العملية العسكرية على أن تتحقق الأهداف التي وضعتها هي وليس نتنياهو في هذه العملية العسكرية وبالتالي تسير الأمور في هذا المسار هناك من يعارضون إدارة بايدن ويقولون لنتنياهو إنهي المهمة كما تقول على سبيل المثال مسؤولة في الحزب الجمهوري أو مشرعين الجمهوريين في الكونغرس لكن بالرغم من ذلك فإن إدارة بايدن ما زالت مصرة على وجود خطة تحيد المدنيين من هذه العملية العسكرية شكرا جزيلا لك إذن أنا السابر مراسلنا من واشنطن شكرا جزيلا لك